السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو ليس مستحيل أن يهزم المقاتل المغربي يوسف بوغانم المقاتل التالاندي بواكا وبانشامي ولكن صاحب هذه الصورة ليس هو يوسف بوغانم لدرجة أن البعض الناس الذين نظموا أنه يوسف قاموا بتحدي وقالوا وأقسموا على أنه يوسف بوغانم وهو الذي سبب كل هذا الأذى لبواكا وبانشامي هذا المقاتل الذي نشاهد في الصورة مقاتل روسي يسمى خيال زانيا والذي نشاهد في الصورة ومعروف أنه يوسف بوغانم لكن هل واجه سابقا بوغانم بانشاميك؟ نعم ونشاهد كيف كان هذا النزال الأسطوري بين الروسي والطيلاندي ثم بعد ذلك ننتقل لنشاهد كيف خسر بوغانم وفي الحقيقة كانت الإصابة هي السبب ولم يخسر النزال بالضربة القادية كما يعتقد البعض إذن في هذا النزال الذي نشاهد الآن المقاتل روسي خيال زانيا ولد سنة 1993 سبعون كيلو جرام في الوزن والطول متر وخمسة وسبعون وذكر موقع تايلاندي أنه لعب خمسة عشر نزال احترافي فقط فاز بثلاثة عشر منها نزالين بالضربة القادية ولكن لست متأكد من هذا السجل الاحتراف الذي ذكره هذا الموقع تايلاندي وأما بواكا وغانشاميك فهو من مواليد سنة 1982 طايلاندي طوله متر واربعة وسبعون ويلعب في وزن ما بين سبعون وواحد وسبعون كيلو جرام لعب مائتين وتمانية وسبعون نزال احترافي انتصر في مائتين واربعون منها تلاتة وسبعون بالضربة القادية وفي الحقيقة كان هذا النزال أسطوري وهناك في الحقيقة شبه بين المقاتل الروسي ويوسف بوغانم لذلك ظن البعض انه يوسف بوغان إلا ان الروسي تعلق ويستحق الفوز اظن اصدقائي انني بيّنت لكم واكدت لكم على انه ليس بوغان وانما المقاتل الروسي خيال اذا ننتقل الان لنشاهد المواجهة الوحيدة بين الطايلاندي بواكا ومانشاميك والمغربي يوسف بوغان وهذه المواجهة كانت في فرنسا سنة 2011 ولكم التعليق ويبدأ النزال كلا المتنافسين في كامل لياقته البدنية وهنا هجوم كما سنشاهد الآن قوي من يوسف بوغانم هجوم رائع بتقنيات عالية وكذلك ردد فعل قوية من بواكاو وأيضا هنا سنلاحظ ضربة قوية من بواكاو بطريقة احترافية لاحظوا كيف أسقط بوغانم وبعد قليل سأبين لكم السجل الاحترافي لكل من الطايلاندي بواكاو والمغربي بوغانم ولم يستمر النزال طويلا يعني كان الجميع ينتظر لاحظوا هنا ضربة إصابة بليغة في كتف بوغانم الأيمن والإعادة بالعرض البطيء لاحظوا هنا قد أصيب بوغانم ولم يستطع إكمال النزال يعني هذا الفوز يعني كنا نتمنى أن يعيد معه النزال مرة أخرى وهذا الفوز في الحقيقة كان بسبب الإصابة لا ننكر أن بواكاو يمكن أن يفوز بغض النظر عن الإصابة لكن كان هذا هو سبب هزيمة المقاتل المغربي يوسف بوغانم ونتمنى له التوفيق ولكنني لا أعرف سبب رئيسي ولماذا لم يتكرر هذا النزال أو هذه المواجهة بين العملاق المغربي الأسطورة المغربي يوسف بوغانم والأسطورة الطيلاندي بواكاو بنشاميك وتخيلوا كيف ستكون مثل هذه المواجهات لأنهم متقاربان في السجل الاحترافي لأن يوسف لعب 220 نزال احترافي انتصر في 191 منها 24 باركاو والطيلاندي لعب 278 انتصر في 240 منها 73 بالضربة القادية إذن أصدقائي كان هذا هو موضوع الفيديو أتمنى أن أكون أوضحته بالشكل الكافي وبينت فرق بين الروسي والمغربي وهناك في الحقيقة شبه كبير بينهم لذلك ظن البعض أنه هو وفقط هنا نحن لنبين ونوضح المسائل وأرجو أن لا تنسوا دعمنا ونلتقي إن شاء الله قريبا في فيديو مقبل والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة